اعترف المغرب رسميا بالجنرال محمد ادريث ديبي رئيس الاتشادة بعد مقتل والده ادريث ديبي اتنو يوم الثلاثاء العشرين ابريل على يد مسلحين متمردين وجاء في برقية انبعتها الملك محمد الثالث للجنرال محمد ادريث ديبي رئيس المجلس العسكري الانتقالي لاتشادة تلقيت ببالغ الاثى رحيل المارشال ادريث ديبي اتنو الذي توفي مدافعا عن وحدة بلاده الترابية واعرب الملك عن قناعتي بان رئيس المجلس العسكري الانتقالي سيكون قادرا على قيادة الانتقال السياسية لجمهورية تشادة وترثيخ اسس دولة مستقرة ومظتهرة والتي من شأنها المثاهمة في امن مجموع منطقة الساحل والصحراء والتي ما فتأ يعمل الفقيد على تحقيقه يذكر انه خلال فترة حكمه الطويلة كان الرئيس الراحل قريبا من المغرب ففي سنة 2006 قطع علاقاته مع الجمهورية الوهمية وهو الموقف الذي اكد وزير خارجيته امين ابا صديق في اكتوبر 2020 خلال الزيارة للرباط اما فيما يخص موقف العسكر الجزائرية افاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية ان الجزائر تتابع بانشغال كبير الاحداث التي تجري في جمهورية تشادة وجاء في البيان ان الجزائر تدعو كل ابناء تشادة الى التحلي بروح المسئولية وانتهاج الحوار الذي يسمح لهم بتخطي هذه المحنة والحفاظ على السلم والاستقرار في البلاد وذكرت الجزائر في هذا الصياق بتمثكها الصارم بالمبدأ الاساسي للاتحاد الافريقي المتعلق برفض التغييرات المنافية للدستورة وتعاهد المتمردون المدعومون جزائريا مساء التلتاء بالوصول الى انجامين ورفضوا رفضا قاطعا تشكيل المجلس العسكرية الانتقالية برئاسة نجل ادريس ديبي وقال الناطق باسم جبهة التناوب والتوافق كينغابي اغوذيمي نرفض رفضا قاطعا المرحلة الانتقالية وننوي مواصلة الهجوم واضافة تشاد لا يحكمها نظام ملكية يجب ان لا يكون هناك انتقال للسلطة من الاب الى الابن وتابع قواتنا في طريقها الانجامينة لكننا سنترك ما بين 15 و 28 ثاعة لابناء ديبي بدورها قالت مجموعة العمل والعدل المعارضة ان تشاد ليست مملكة ولا يمكن انتقال السلطة بين اعضاء الاسر الحاكمة مضيفة ان قوات المقاومة الوطنية تتجه في هذه اللحظة نحو العاصمة في المقابل اعرب رئيس الحركة الشعبية للاصلاح في تشاد بابا لادي عن تأييده لانشاء مجلس عسكرية يرأثه نجل رئيس البلاد ادريس ديبي وقال اطلب من كل الحركات السياسية العسكرية ان توافق وتؤيد شجاعة هذا الجنرال الشاب الذي يترأث هذا المجلس حتى يستمر الهدوء والاستقرار هذه المرحلة الانتقالية يجب ان تدار بحكمة بالغة والجنرالات المحيطون بها شخصيات يمكننا الاعتماد عليهم جددت روسيا اليوم الاربعاء موقفها الرافد لقرار الرئيس الامريكي الاثباق دونالد ترامب الرامي الاعتراف بلاده بمغربية الصحراء معتبرة انه يتعارض مع القانون الدولية ونقلت قصاصة لوكلة الانباء الفرنسية خلال جلسة اعضاء مجلس الامن الدولية حول قضية الصحراء المغربية ان روسيا ادانت القرار الامريكي ودعت الولايات المتحدة الى الغائه واجمع اعضاء مجلس الامن الدولي على دعمهم لجهود الامم المتحدة لبعث العملية السياسية الهادفة الى التوصل الى حل ثياسي تفاوضي لهذا النزاع الذي استمر لازيد من اربعين ثنة كما عبروا عن دعمهم لجهود الامن العام الاممي انتونيغو تيريث من اجل تثمية مبعوت جديد خلفا للالماني الذي استقال سنة 2019 بعد مباحثات جونيف التي حضرتها الى جانب المغرب موريطانيا والجزائر وعصابة تندوف لكنها لم تفضي الى شيئة كما لم يوافق مجلس الامن الدولي على مشروع اعلان مشاركة ثاغة الولايات المتحدة يدعو الى تجنب التصعيد في النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية وافاد ديبلوماسيون ان الهند والصين ودولا افريقية اعتبرت انه يمكن ان يساء تأويله ويؤدي الى نتائج عكسية ورغم مطالبة مسؤول في الامم المتحدة بشكل صريح جدا ان يتناول مجلس الامن الصراع المفتعل حول الصحراء لم يتم التوصل الى اتفاق خلال جلسة النصف الثانوية المغلقة لاعلى هيئات الامم المتحدة وفق المصدر وحصلت وكلة الانباء الفرنسية على التقرير المكون من ثلاث فقرات وهو يحث على ثباني ثلوك بناء في التعامل الميداني مع بعثة الامم المتحدة المينورثو والإثراء بتثمية مبعوث الاممي جديد من اجل اعادة اطلاق العملية الثياثية المتوقفة في اثرع وقت ممكن وفي خبر آخر ثوت مجلس النواب يوم الثلاثاء العشرين أبريل الجارية بالإجماع لصالح تمرير اتفاقية للتعاون في مجال الصيد البحري مع روسيا ومن المرتقب أن تسمح هذه الاتفاقية ما أكدته الوزير المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج نظه الواف إن الاتفاقية تهدف إلى تجديد اتفاقية قديمة انتهت خلال مارس 2020 كما ستسمح الاتفاقية بحسب دات الوزيرة بأن تستغل السفن الروسية التروة الثمكية في المنطقة الخالصة للمغرب في المحير الأطلسية والتي تمارس فيها المملكة حقوقها السيادية الكاملة بما فيها المياه المتاخمة للأقاليم الجنوبية وأوضحت الوزير أن الاتفاقية ستتيح للسفن الروسية صيد الأسماك في المياه المغربية على مسافة 15 ميلا بحريا وتابعتنا الاتفاقية تدف لتطوير التعاون بين البلدين في مجال الثيل البحري يشار إلى أن هذه الاتفاقية ستمتد أربع ثنوات كما تعتبر هي الثامنة بين البلدين في مجال الثيل البحري منذ اتفاقية أولى وقعت عام 1992 في الوقت الذي تدعم أطروحة عيثابة البوليثاريو لتقسيم المغرب واقتطاع جزء كبير من ترابه تأولت التنديدات في الجزائر بالأحداث التي شهدتها مدينة شرق العاصمة الجزائر يوم التلتاء بعد قيام عناثر يتبعون حركة الماك المطالبة بالانفصال بالتعرض لقوات الأمن والاعتداء عليهم خلال مظاهرات لتخليد ذكرى الربيع الأمذيغية وارتفع الدعوات بتصنيف الحركة كحركة رهابية وأدنت أحزاب ثياثية ومثقفون وإعلاميون الأحداث ودعوا الدولة إلى الوقوف بحذم أمام أنصار هذه الحركة التي تدعو إلى انفصال منطقة القبائلة ونقلت جريدة الشروق الجزائرية البوق الرسمي للعسكر عن رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مغري تنديده في تصريح صحفية بالاعتداء على أعوان الشرطة واعتبر أن هذه الممارسات وهذا العنف المستعمل مرده فشل أعلام المنظمة الانفصالية المتصهينة العميل للاستعمار في التعبئة الشعبية ما دفع لممارسة العنف ضد الشرطة حسب تعبيره وأضافت المصادر داتو أن مغري المعروف بمواقفه المعادية للمغرب شدد على رفضه للعنف وعدم التثامح معه مع أي جهة كانت فكيف إذا كانوا من دعاة الانفصال وتسأل في تصريحه عن موقف شرفاء المنطقة وعن الدولة من الذي جرى في مدينة تيزيوزو من جانب أدن رئيس حركة البناء الوطني عبدالقطر بلغرينا في منشور على فيسبوك كل أساليب العنف وترفض عمليات دفع البلاد نحو الانزلاق من أي طرف كان وتدعو باستمرار إلى تغليب المصلحة الوطنية والحفاظ على أخوة الجزائريين وقال إن مؤسسة الأمن الوطنية هي مؤسسة وطنية تمثل جزءا من مؤسسة الدولة الخادمة للشعب والمسخرة لحماية أمن المواطن والوطن وإن المثاثة بأفرادها هو مثاث برمزية الدولة داتها وأكد في منشور بأن النضال من أجل القيم الثقافية وإحياء المروس الثقافية بأي شكل من الأشكال لا بد أن يظل محكوما بالأطر القانونية والحفاظ على الاستقرار والابتعاد عن حالات المثاث بمؤسسات البلاد واعتبر أن معارضة السلطة مشروعة ولا تبرر تدمير مكتسبات الدولة ومؤسسات حفظ النظام العام وتساءل مراقبون عن موقف النظام الجزائرية الذي يدعم حركة انفصالية معادية للمغرب وفي نفس الوقت الذي يرفض فيه أي احتجاجات تطالب بانفصال منطقة القبيلة يذكر أن نزاع الصحراء هو نزاع مفتعل مفرود على المغرب من قبل الجزائر وتطالب عصبة سندوف هي حركة انفصالية تدعمها السلطة الجزائرية بخلق دولة وهمية في منطقة المغرب الكبيرة ويعيق هذا الوضع كل جهود المجتمع الدولية من أجل التوصل إلى حل لهذا النزاع يرتكز على حكم ذاتي موثعة في إطار الثيادة المغربية ويثاهم في تحقيق اندماج اقتصادية وأمن إقليمية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر